اشتركوا في القناة 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 عادي خالص. عشان كده طلع مال. طيب ايه الاعراض اللي بتظهر على ده? اولا هو مال. مال ستريل. يعني ايه مال ستريل? يعني عقيم. يعني ايه عقيم? يعني ما بيقدرش يخلف. يعني ده ما يخلفش. يعني الطفل اللي هيتولد عنده الحالة دي لو اتجوز مش هيخلف. فبنقول عليه انفرتيل. يعني لا ينتج عنده الاسبرماتوزويد. الهيه الحيوانات المنوية. مش موجودة عنده. تاني حاجة. بيتلا عنده اپاريشان ده سرتان كاركتر فمينين. اپاريشان ده سرتان كاركتر فمينين. بيتلا عنده بعض استفات الانسوية. يعني استفات الانسوية زي مثلا نحس انه صدره كبير. صدره باين زي الست كده. هو مال زكر. بس عنده حالة بتخلي ان هو يطلع عنده مظاهر ونوسة. تمام? يبقى حالة دي حالة انامالية. حالة اللي هما انتو بتشوفوهم بس بشتبوه عارفين اشهرهم حالة موجودة كتير. اللي هما زوي الحاجات الاحتياجات الخاصة. اللي هما عندهم اعاقة زهنية. اللي في ناس كتير بتقول عليهم متخلفين. بتقول عليهم آآ آآ طفل منغولي مش عارفة ايه. كل دي مسميات مش لذيذة بس هي دي الاسماء العلمية بتاعتها. واحنا بنقول عليهم زوية الاحتياجات الخاصة. فمن ضمنهم السيندروم دو كليم فيلتر. تاني حالة اسمها السيندروم دو تيرنر. وتيرنر ده العالم اللي اكتشافها. اسمها السيندروم دو تيرنر. سيندروم دو تيرنر دي بتكون 44 بلوس اكس زرو. واتفقنا ان دايما الانومالي بتيجي من الاوفول. الاوفول بتاعته دي كانت 22 بلوس زرو يعني ما عندهاش اكس. والاسبرم بتاعه كان 22 بلوس اكس. يبقى مين اللي كان عنده مشكلة ده. طب ده لما يطلع اكس وزرو كده. هل ده مال? لا دي في مال. فدي السيمطوم بتاعتها او الاعراض هي في مال. بس ناريف بها على ماتوريتي سيكسيال. يعني ايه ناريف بها على ماتوريتي سيكسيال? يعني ما وصلتش للندوق الجنسي. يعني ما مجلهاش البيريد. ما الراحم بتاعها غير مكتمل. ما عندهاش اه اوفول بتنتج اوفير بينتج اوفول. فبالتالي ما عندهاش البيريد. لم تنضج. فبرضه ما تقدرش تخلف. برضه ما تقدرش ايه تكون بتنتج جامعة عشان الخلفة. فالحالتين دول بيقصروا على الموضوع ده. تاني حاجة. طولها قصير. بنت بتكون قصيرة. بتالت حاجة بتكون عندها عندهم حاجات غير طبيعية او بيكون عندهم ضعف في القلب. وفي الرا اللي هي الكلة. بيكون عندهم حاجات ضعيفة في القلب وفي الكلة. آآ صقبة في القلب. حاجات كده بتكون بتأثر عليهم وعلى حياتهم بعد كده. تالت حالة اسمها وهي دي اللي احنا بنشوفها كتير في الاطفال حوالينا. وفي منها كبار طبعا. بس هم مش بيعيشوا لعمر طويل. سندرام ده داون. الهوة المانغوليزم. ممكن نكتب علي. انتر پارنتاز كده. المانغوليزم. الهوة بنقول علي التفل المانغولي. لانفان مانغولي. ده بيجي من الريpetition ده كرموزوم 21 3x. يعني بدل ما يكون 44 هيكون 45. بدل ما يكون 44 هيكون 45. بلوس XY أو 45 بلوس XX. وده معناه انه في منه مال وفي منه في مال. بيكون ينفع الاتنين. هي بتاع الكرموزوم 21 3x. الـ 21 اتكرر كم مرة? تلات مرات. فلما تكرر تلات مرات جات مرة هنا زيادة. بدل 44 اتخذت مرة بقت 45. طب ايه السمتوم بتاعته او ايه الاعراض بتاعته? يعني النمو بتاعهم متأخر. في كل حاجة متأخرة عقليا متأخر في جسمهم. متأخرين في في المشي في الكلام. في كل حاجة في النمو الطبيعي بتاع الانسان هم متأخرين. تاني حاجة الطول قصير طولهم قصير. في غالبية المانغوليان دول بيكونوا قصيرين. الفيزاج اوفال. وشو هم بيكون بيضاوي. وشو هم ايه? بيضاوي. رابح حاجة. الاريار دو لاتات ابلاتي. الاريار دو لاتات اللي هي الافم. يعني راسنا من ورا تحت الشعري كده. الاريار دو تات ابلاتي. تمام? خمس حاجة. سانكيم بروبيتي. ان الدواء. السوابع بتاعتهم. اللي زارتل. الارتل اللي هي سوابع ريجليهم. سان كورت. سوابع ايديهم و ريجليهم لو بستو عليها تبقى اقصر من الطبيعيين. سان اي كورت. فيه بني ادمين عاديين طبيعيين سوابع ايديهم و ريجليهم وسيارة. لكن دول كلهم سوابعهم وسيارة. الزيو بتاعتهم بتكون كونفاكس. عاديهم عاملة زي الصينيين كده الاسيويين والكوريين وكده. عانيهم كونفاكسة صغيرة. ودنهم صغيرة. فتيتة. وكمان رتار مونتال اللي هو التأخر العقلي. احنا قلنا فوق رتار دي تاخد كله بس تحطوا المونتال كمان لوحدها زيادة تأكيد. يعني هنا النمو العادي في المشي في الكلام في التسنين في كل حاجة الاطفال او الكبار يعني نموهم متأخر في كل حاجات دي. بيطلع لهم امتى درس العقل بيطلع لهم الحاجات اللي بتطلع لنا في سن معين هم بتجي لهم في سن مختلف اكبر مننا شوية. وبالتالي عندهم كمان رتار مونتال. تمام؟ بكده يبقى احنا قلنا اللي هما ليهم علاقة بالاردي تي سكسيال. مرسيليكو خالص اشوفكو الفيديو الجاي ان شاء الله مع الحاجات الكاركتير اللي مرتبطة بالكراموزان سكسيال. باي باي. ترجمة نانسي قنقر